احنا ما بنتكلمش اثناء البطولة رغم الارتباط الشديد ببعض بس اثناء البطولات ما بنتكلمش ما بنتكلمش لان انا عارفة ان هو بيفكر بيبقى مشغول جدا بيفكر على طول ملم بصحاب المنتخب فما بنتكلمش لكن انا ببقى حاسة فيه ارتباط ربحاني بيني وبينه مش طبيعي ببقى حاسة بيه اكتب له بقى على الواتساب اخبارك يقولي تمام عامل ايه يقولي الحمد لله لكن لو معي طبعا موتنا كلنا كنا كلنا قاعدين من التفرج كلنا كنا قاعدين موتنا حتى ببا ببا نهار عياته ده يعني مش طبيعته مش طبيعته يعني انا بحس ان كان شعوره يمكن وقتها انه كان واخد قرار الاعتزال الدولي فيمكن وقتها كان العياض ده او دموعه اللي نزلت انا افتكرش اشوفت احمد بيعاية يمكن دي كانت تالت مرة في حياتي كلنا ما اتولدنا ان اشوف ان احمد بيعاية دي كانت يمكن تالت مرة لكن بحس انه يمكن وقتها كان علشان يمكن كان خلاش واخد قرار الاعتزال فيمكن كان حاسس انه هيودع الملاعب دولي فده كان مؤثر اه كان نفسه ياخد ماداليا بالضبط قبل ما يودع الملاعب دولي فكان نفسه في البرونز قوي يعني اولمبياد برونز اولمبياد حاجة مختلفة لان ننسي فاهم يدينا انه فكرة اللي يقول انا لعبت خدت دوري وكاز غير خدت بطوله افريقية غير خدت بطولة عالم غير وصلت الى اولمبياد وجبت فيها ماداليا ده اعظم تارجت لاي رياضي على مستوى العالم يعني فيمكن وقتها ده اللي نزل دموع كان واخد القرار و لا ما كناش مؤيدين طبعا وهو اصلا كان واخده على فكرة من قبل الاولمبياد كان واخده بالزبط من بعد مبارات الدنمارك لانه كان زعل قوي في المبارات دي وقعدنا تقريبا اسبوع بنحاول نكلمه او بنحاول نوصله حتى زوجته وولاده في البيت كانوا لا هو قافل على نفسه قوضة وكان متضايق جدا جدا فلا طبعا هيا كناش مؤيدين للقرار ده خالص الموضوع بدأ من الاتحاد بصراحة ومن المدير الفني باراندو وبعد كده لما بدأ يعرض علينا الموضوع انه الاتحاد بيكلمه في كده فكنا كلنا انا وبابا وماما ومحمد وزوجته كلنا كنا بنتكلم طبعا في انه لازم يرجع عن القرار ده احنا كنا انا وسامارز وجيت احمد وماما في الاستاذ ربنا واحد بس اللي يعلم بينا احنا روحنا ازاي وانا فاكرا يعني زوجته روحت وطبعا كانت متضايقة جدا جدا مامتي كانت تعبانة جدا ضغطها علي في اليوم ده وكان المفروض انها تروح مستشفى بسيارة فضت انا وقتها فاكرا اني لما روحت بيتي برضو ده من ضمن الحاجات اللي بكلمك عليها في انه قد ايه صعوبة الاعلام يعني وقتها اتصلوا بي ان انا اطلع حلقة فقان يعني بعد ما كنت وصلت تحت البيت فروحنا وعملنا ده ويعلم ربنا كانت مامتي عاملة ازاي في البيت وزوجته وبابايا واخويا وفي نفس الوقت احمد نفسه بقى مش عارفين عنه حاجة خالص قفل تماما على نفسه يا دوبك لم فرقته وقتها وروح وقفل على نفسه تماما وانا طلعت على الهواء يعني دموعي غلبتني وانا على الهواء من كتر مكان لا لا من اصعب الايام في حياتنا هم بيعلوا سقف طبوحاتنا بشكل جدير لكن هم مش طبيعي اصلا انك تكسبت دين واركح اللي حصل في المبارات دي كان معجزة انت بتكلمي عن بطل اوروبا في اخر نسخة بطل اخر اولمبياد بطل كاس العيلة في النسخة اللي قبل اللي هي عشرين واحد وعشرين عشرين تاعتاصر بطل اولمبياد تريودي جانيرو بطل اوروبا في نسختها القبل الاخيرة فانت تكلمي عن فريق زي مثلا مش عارف اقول لك ايه مثلا مصر تلعب منتخب اسبانيا او فهو مش طبيعي ان انت هتبقى الناس ان انت تكسبت دينمارك الموضوع صعب جدا يعني مش بالسهولة ولكن هم اللي علوا سقف طبوحات الناس يعني موسيقى